عايزة أتكلم حضراتكم في الملف ده بهدوء شوية ونتكلم بشكل احترافي شوية وبشكل الحقيقة أتمنى أنه هو يكون يعني واقعي والناس تشتغل على جزء من اللي أنا بقوله لأن الحقيقة كلنا بنحب بلدنا وكلنا الحقيقة كمان كان سقف طموحاتنا كبير جدا جدا لمنتخب مصر في هذه البطولة وكان كل التوقعات على الأقل نوصل للدور قبل النهاية أو ليه لأ نحصل على النجمة اللي تمنى في تاريخ مصر والحقيقة كلنا كمان كان عندنا حالة إحباط وحزن كبير جدا جدا بعد الخروج من دور الستاشر هتكلم حضراتكم جزئية زي ما بقول لحضراتكم المشكلة اللي عندنا كانت إيه وهقدم لحضراتكم من وجهة نظر بعض الحلول اللي ممكن تكون مناسبة للفترة اللي جاي لو كلمنا على المشاكل المنتخب الحقيقة كل اللي بيتكلم على منتخب مصر آه عندنا لعيبة كويسة عندنا لعيبة مميزة عندنا جيل يستحق الحصول على بطولة أفريقيا ويستحق الوصول إن شاء الله لكاس العالم 26 كل ده كلمنا عليه وما عندناش أي مشكلة فيه لكن هرجع واتكلم حضراتكم إحنا دايما بعد كل إخفاق أو بعد كل فشل خلينا أقول نحنا نبدأ نتكلم تاني على التطوير من رأس الهرم المدير الفني ده لازم يمشي مش مناسب اتحاد الكرة لازم يمشي من اللي جاب المدرب دوت لا لازم نجيب مدرب وطني لا محلي لا وطني لا محلي هنبدأ في الدوامة دي الحقيقة إلى مالة نهاية لكن الحقيقة الواضحة قدامنا إن إحنا عندنا للأسف يعني عندنا يعني إدارة ملف كورة القدم الحقيقة في مصر بيدار بشكل عشوائي جدا جدا أنا باعتذر عن كلامي لكن هي دي الحقيقة ولازم نواجهها نحن عندناش الحقيقة أي تخطيط أو أي بلان للكرة المصرية خلال السنوات الطويلة اللي فاتت حتى النجاحات اللي كنا بنحققها إذا قلنا نجاحات الوصول لكاس العالم 2018 الحقيقة كان بشق الأنفس وكان في آخر مباراة كمان مع الكنغو بدرب الجزاء في نهاية يعني الوقت الإضافي كمان وصلاح بيوصلنا كاس العالم أو منتخب مصر بيوصل كاس العالم يليها بعدها إحنا من ألفين تقريبا من ألفين وعشر دلوقتي دخلين على تلاتاشر سنة بدون أي بطولة على مستوى الأفريقي بنتكلم على إخفاقات على مستوى منتخبات الأولمبية حتى وصلنا للأولمبيات أنا في اعتقادي ما بيبقاش إنجاز كبير قوي إحنا دايما بنوصل للأولمبيات بشكل يعني مش بقول بشكل مستمر لكن بتوصل على الأل للدوري التاني وبتوقف منتخبات الناشئين والشباب للأسف كمان كان فيها إخفاقات كثيرة جدا 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 ده حلنا على مستوى المنتخبات يعني على مستوى المنتخبات للأسف الفترة اللي فاتت كان فيه منتخب الشباب والناشئين ودلوقتي المنتخب الأول بإخفاقه فيه البطولة الأفريقي لما بنيجي نتكلم يقول لك خلاص إحنا نشيل المدير الفني للمنتخب ونجيب مدرب أو مدير فني جديد ونشيل الاتحاد أو الاتحاد يرحل وييجي ناس جاية طيب خلينا نتكلم المشاكل دي تكلمنا فيها كتير جدا يعني الحلول إيه يعني إيه الحلول الحقيقية اللي ممكن جدا من خلالها مش هقول لك يتطور أداء المنتخب الأول لأن دايما أنا بتكلم أن دايما الحل بيبدأ من القاعدة وليس من رأس الهرم دايما لما بتعمل لما بتعمل مشروع لازم تبدأ فيه من من تحت خالص علشان المشروع بيطلع واحدة واحدة كل سنة بتحقق طرجة معين لغاية في الآخر ما كل النجاحات دي بتصب في المنتخب الأول لكن مش هتعمل أبدا إصلاحات في المنتخب الأول كده وحتلاقي القرى المصرية بتتطور ده مش ده مستحيل إنك تبدأ تصلح من رأس الهرم وبعدين تقول عندنا نجاحات ده مستحيل لازم الأول القاعدة تكون عندك سبتة والقاعدة تكون شغالة بشكل احترافي ولما بتكلم على القاعدة بتكلم على القورة المصرية عامة على مستوى المنتخبات لازم يكون على مستوى المنتخبات فيه تخطيط واضح وفيه بلان واضح لمنتخبات ناشئين شباب أولومبيا هم دول السكة لفرز عدد كبير من اللعيبة لو كنا بنتكلم من منتخب مصر ده وقت من أكتر منتخبات اللي كانت متواجدة في الأعمار السنية معدل الأعمار السنية لمنتخب مصر تقريبا في بعض المواقع بيقول 29 سنة وبالتالي مفيش تدعيم مفيش حد صغير طلع مفيش 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 فكل ده جاي من تحت جاي من من منتخب أولومبي والمنتخب الأولومبي بياخد من منتخب الشباب ومنتخب الشباب بياخد من منتخب الناشئين وبالتالي عشان تصلح رأس الهرم لازم اللي تحت هو اللي يشتغل صح ويبدأ يطلع درجة درجة غاية ما هتلاقي عندك لعيب دولي بشكل كبير جدا يقدر يحق نجاحات ده جزئية جزئية مهمة جدا هنشتغل دي ازاي ليها شغلها يعني كل اللي بقوله ده ليه شغل كتير جدا جدا إصلاح يعني جزء كبير ان احنا نشتغل من تحت ده عايز شغل كبير جدا حييجي منين المنتخبات بتيجي عن طريق الاندية طيب الاندية هل الاندية ماشية بشكل علمي بشكل صحيح في قطعات الناشئين والاكاديميات مش موجود في مصر يعني خل ما يعني لو نتكلم عن النادي الاهلي هو النادي الافضل على مستوى مصر الحياة اللي شغل في الجزئية داية ولكن كمان مش بشكل كامل وخد عندك بقى كل المشاكل بالنسبة للقطعات اللي تحت بتتكلم على دوري ناشئين او دوري شباب او دوري للناس اللي عندها 15-16 سنة تعال اتفرج على الملاعب اللي بتلاعب عليها المباريات عاملة ازاي مستحيل يقدر يطور اللعيب يطور نفسه مستحيل في ظل هذه البنية التحتية بنتكلم اه استداد كبيرة جدا عندنا في مصر ورائعة لكن انزل شوف الشباب يتمرن ازاي شوف الولد اللي عنده 13-12 سنة بيلعب دوري دوري البراعم او دوري الناشئين او 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 دوري القطاع تعال اشوف الملاعب اللي بيلعب عليها مستحيل يطور مستوى في ظل هذه البنية التحتية انا بتكلم على details الناس بتقول عليها ممكن تكون صغيرة شوية لكن دي حقيقة انك عشان تطور ولد لازم يعني تأهله كل التولز الادوات ومن سواء من ملاعب حتى من ملابس من الكورة نفسها تعال اتفرجوا على بعض الدوريات في قطاعات الناشئين بيدعبوا بكورة عاملة ازاي حتى الكورة هتقول لي الكورة ليها ده ايوة الكورة ليها الادوات مهمة جدا جدا ده جزئية لازم تتحل الاكاديميات الكتيرة جدا جدا في مصر ازاي ان نستغلها وازاي ازاي يبقى اتحاد الكورة نفسه عنده سيطرة على زي الاكاديميات والمواهب ديت انا قبل كده مع حضراتك قلتلكو المانيا 2006 اخفاق في كاس العالم واللي كان على ارضهم عملوا خطة طويلة الاجل خدوا كاس العالم 2018 12 سنة شغل 12 سنة شغل ما بتكلمش على سنة ولا اتنين ولا تلاتة 12 سنة وانا بتكلم على بلد كبيرة جدا جدا في كورة القدم العالمية اسمها المانيا اسفانيا ما كانتش حتى بتوصل كاس العالم في الفترات طويلة 97 من 97 ل2010 اشتغل عشان ياخدوا كاس العالم 2010 13 سنة بتتكلم في 13 سنة شغل على المدة طويلة فانا بتتكلم علينا عندنا بعض التقارب اللي الناس بدأت تشتغل عليها واحنا واقفين مكاننا الدول الافريقية او المنتخبات الافريقية اللي احنا بنشوفها ومغدودين قوي ان الحق الرأس الاغدر الحق موزنبيغ الحق الكنغو بيعملوا ايه الحق الجنبيا بيعملوا ايه الحقيقة احنا كنا بنتخد من دوت لكن الناس دي شغلها بقالها فترات تشغل بشكل منظم وشكل علمي هنيجي عندنا في مصر للأسف ولا فيه تخطيط ولا بشكل علمي ولا منظم وكلها الحقيقة عشوائية 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 ومنتظرين نجاحات للأسف النجاحات مش هتيجي نجاحات الكابتن حسن شحات هارجع للكابتن جاري نجاحات الكابتن جاري الوصول كاس العالم تسعين جيل منظم قوي عنده شخصية وصلنا كاس العالم تسعين ومن بعد كاس العالم تسعين عادنا قديل غاية 2018 ما وصلناش وبعدين كابتن حسن شحاته بالجيل الرائع بتاعه 2006 2008 2010 جيل لعيبة على مستوى عالي جدا فنيات وكاراكتر وشخصية خدنا ثلاث بطولات وبعديها ما عندناش خلاص فكل دوت بييجي عامل بييجي مدير فني على مستوى عالي معاه مجموعة كويسة من اللاعبين على مستوى الفني وعلى المستوى الكاراكتر والشخصية بتعمل نجاحات ولكن النجاحات دي مش مدروسة ما عندناش تطور فيها للأسف عشان تبدأ بتطور عندنا المغرب يشتغل صح بالرغم ان المغرب خرج في دور السستاشر لكن ما عندوش المشاكل اللي عندنا الحقيقة اتفرج على المنتخبات زي منتخب الرأس الأخضر اتفرج على منتخبات زي الكنغو اتفرج على منتخبات زي مالي اتفرج على منتخبات زي حتى جنوب أفريقي على المستوى الفني رائعين فأنا بتكلم عن مشاكلنا الحقيقة الحقيقة لازم نبدأ التخطيط لو فيه تخطيط وفيه بلان ما نعودش نلف والدور نجيب مدرب أجنبي ولا مدرب مصري الفريق يعني نشيل الاتحاد ولا نجيب الاتحاد تاني الحياة كل دوت للأسف كلها مسكنات علشان تبدأ الأمور تعدي وبعد كده تخش في الدورة والهيصة والناس تنسى وهكذا لا عايزين تشتغلوا صح ابدأ من القاعدة نظم العملية اللي تحت بشكل كبير جدا جدا عندك اتحاد الكرة يا جماعة اتحاد الكرة الألماني عنده الأبرهند عنده السيطرة على خمسة وسبعين ألف أكاديمية موجودة في ألمانيا خمسة وسبعين ألف أكاديمية هو اللي يعني بيجيله بيشرف عليه بشكل أو بآخر والمواهب اللي عندها خمس ست سنين هي ده ممكن يشتغلوا عليها من دلوقتي الناس بتشتغل كده ما بيشتغلش على واحد لسه احنا بنقول ده لسه ناشئ عنده كم سنة يا ابني ده 23 سنة لسه ناشئ الكلام ده مش موجود في العالم كله ما فيش دولة في العالم بتقول على واحد عنده 23 سنة ده لسه ناشئ احنا عندنا لسه الكلام ده موجود دلوقتي الناس بتلعب برا عندها 16 و 17 سنة عندها 50 و 60 مباراة دولية احنا فين من الكلام ده وتيجي تقولك احنا زعلانين لا ما تسعلش ما تسعلش لان هو ده حالنا الحقيقة وعشان تغير حالك لازم الحقيقة لازم تصارح نفسك بالأول لانت واقف فين احنا للأسف واقفين في حتة وحشة جدا وحنستمر في هذه المنطقة السيئة جدا لو ما فيش تطوير هات ناس ومش لازم تكون تجيب ناس يعني حتى لعيد كورة لا هات ناس بتتكلم على الكورة صناعة هات ناس تقدر تدير بشكل كويس هات ناس تقدر تحط بلان بشكل كويس كل من ليه خبرة في هذا المجال حيساهم بفكرة والأمور مش صعبة بص حواليك وحتى خد خد من كل جزء خد المغرب اشتغلت ازاي عشان يكون عندها كل اللعيبة دي محترفة في درويات كبيرة اشتغلوا على ملف الجنسيات الناس المولودة المغربيين مولودين في أوروبا اشتغلوا عليهم بشكل أكتر من رائع ده كويس هات وده كويس هات وهات 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 وبقى عنده قاعدة كبيرة جدا هل الدور المغربي أفضل من الدور المصري عشان يطلع لعيبة بهذا كم انا ما اعتقدش الدور المصري قد يكون أفضل شوية من المغربي لكن هم اشتغلوا على ملفات تساعد المنتخب ان يكون عنده قاعدة كبيرة من المحترفين طيب يا وكبت ان احنا لعبتنا ما تقدرش تحترف عندنا احسن لعب في العالم محمد صلاح هقول له لا تقدر تحترف ولكن مين اللي بيهيأ المجال والجو المناسب انك تقدر تطلع او مصر تطلع لعيبة كل سنة على اقل خمسة ستة بيحترفوا بر عندك مشكلة مع الاندية عندك مشكلة حتى مع اللاعبين نفسهم عندك مشكلة مع تأهيل الولاد دول عشان يقدروا يكملوا بر عندك تأهيل على المستوى الشخصي وقلت الكرة مش فنيات بس ممكن يكون لعيب كويس يطلع بر يعود له سنتين ثلاثة ويرجع لانه ما عندوش الكاراكتر والشخصية اللي يقدر يشتغل بها بر فكل دوة الناس لازم تشتغل عليه تبدأ من تحت تبدأ من تحت اوي وتبدأ تعمل خطة معللة للناس كلها يا جماعة احنا هنشتغل البلان بتاعنا واحد اتنين تلات اربعة خمسة هناخد السنة الاولانية او اول سنتين هناخدهم عشان نحقق ده بعدها السنتين التانية كذلك وابدأ لاشتغل المانيا اشتغلت لمدة بقول لك لمدة تلاتاشر سنة اسبانيا اشتغلت لمدة تلاتاشر سنة عشان ياخدوا كس العالم بتكلم على المانيا واسبانيا ما بالك يعني عندهم قاعدة كبيرة جدا واشتغلوا عليها فاحنا لازم نحط ايدينا على المشاكل اللي عندنا المشاكل اللي عندنا مشاكل من تحت من قطاعات الناشئين عندي علامة استفان برضو قطاعات الناشئين لازم يبقى الاسم حتى يتغير الاكاديمي ليه الاسم يتغير لان كلمة اكاديمي هي كلمة هي مؤسسة تعليمية ولازم الناس تعرف اللي موجودين في قطاعات الناشئين او المفروض في الاكاديميات دول ناس عايزة تتعلم وتتوجه وتتطور بشكل علمي وبشكل احترافي عشان يكون لعيب كرة كويس وشخصية متزنة انا بجيب لعب الكرة الكويس مع الشخصية ما تقدرش يعني ما تقدرش تقول لا دعيب كويس اوي بس شخصية وحشة مش هيكمل ده ما ينفعش لازم تطور اداء الولاد الصغيرين عشان يكون عنده اولا شخصية يقدر يتحمل الضغوط ويقدر يتحمل التحديات وتبني لعيب كرة كويس ده من تحت وانا بتكلم في سن المانيا اشتغلت مع الولاد اللي عندهم سبع وثمان سنين عشان يغضوا كاس العالم 2018 ما اشتغلوش على الولاد عندهم 25 سنة ولا 23 سنة ولا 18 سنة اشتغلوا عند الولاد اللي عندهم سبع وثمان سنين لان السبع وثمان سنين بعد عشر سنين كان عنده 18-19 سنة بقى لعيب دولي كويس ده اشتغلوا عليه فالملفات كتيرة جدا مشاكلنا كبيرة جدا بتكلم على النهاردة عندنا مشاكل اه عندنا مشاكل كتيرة جدا اولها لازم تبني من تحت وبعدين تبدأ تبني لغاية ما يكون عندك منتخب قوي ملف الناس اللي احنا شغالين عليها تقريبا ان هنا في المحترف بقالنا سنة ونص قدمنا اكتر من خمسين او ستين لعيب زوج جنسية مزدوجة يا جماعة الملف ده مهم جدا لو انت مش قادر في الدور المصري تفرز لعيبة كويسة عندنا اه لعيبة كويسة لكن مع التحديات ممكن يكون عنده دفعات شوية الرتم مختلف شوية السرعة مختلفة شوية القوة البدنية مختلفة شوية فليه انت تستغل الجزئية ديت والولاد الصغيرين المصريين اللي بلعبوا في اوروبا اللي عنده 14 و15 و16 سنة لو تتواصل معهم ويبقوا موجودين لان دول عندهم اساس افضل شوية ممكن تستفيد على الاقل باربعة خمسة يا عم هاتلك ست لعيبة من الناس الموجودة بره اشتغل عليهم ستينين جايين ببقى ما يكون عندك خمس ست محترفين هيكون عندك 11 و12 محترف ده ملف اللي يجب تشتغل عليه نظم قطعات الناشئين بالقاعدة بالبنية الاساسية باللوايح وا 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 فكرة تانية ليه ما تديش الاندية المصرية اللي بلعبوا دور ممتاز تديله اللايسونس تديله الرخصة انه ممكن جدا يلعب في الدورة الدرجة التانية والدرجة التالتة اسفانيا بتعمل كده بارشلونة عنده فرقة بتلعب في الدرجة التالتة ليه لان عندك قاعدة كويسة من الناشئين هتيجي عند سن معين كل دول هيمشوا بدل ما يمشوا لا يلعبوا ياخدوا ياخدوا مباريات رسمية ويتطوروا يكون عندك افراز لعيبة على مستوى افضل فنيا وبدنيا وزهنيا ونفسيا كمان فعندنا شغل كتير جدا لازم نشتغل عليه ما اشتغلناش عليه الفترة اللي فاتت الحقيقة وكلنا بنبص لنجاحات واخفاقات المنتخب الاول ومن خلالها بنقيم القرى المصرية والتطوير القرى المصرية الحقيقة ده غلط كبير جدا لنا كلنا ان احنا بس بنبص للمنتخب الاول طالما بتبص للحتة دي بس وسايب اللي تحت يعني يضرب يقلب زي ما بيقولوا مش هتلاقي نجاحات ولا تحت ومع الوقت مش هتلاقي كمان نجاحات حتى على مستوى الفريق الاول او المنتخب الاول زي ما احنا شايفين دلوقتي ترجمة نانسي قنقر